موسيقى كان يدور في الفترة الأخيرة خاصة بما أنها رحلاتك كثيرة إلى عمان من وإلى عمان علاقتك بسباحة الشيخ علاقة جميلة حقيقة أحيانا بعض الناس تكون لقاءتك فيه نادرة لكن العلاقة تكون عميقة ومثلهم هذا الرجل المميز وهذا الرجل كلما قلت انتهى نبله كما قلت في تغريدة كلما اكتشفت أني ما زلت في شاطئ بحر ذلك النبل الجميل وذلك حقيقة نغبط عمان على مثل هذا الرجل الجميل تعلمت من الشيخ أن النبل يسبق العلم وتعلمت من بعض الناس من سوى الشيخ أن العلم أحيانا قد لا يصلع النبل تعلمت من الشيخ النفس الهينة اللينة لذلك ربما أنا قلت ذلك الموقف الجميل الذي حدث من الشيخ أنه جاء لزيارتي في مكان الذي أنا فيه ولم ينتظر حتى أنا أذهب إليه لما وصلتنا إلى هنا إلى عمان واتصلت طلبت موعد مع الشيخ ثلاثة أربع أيام ما أعطوني موعد فاستغربت كنت ربما الشيخ مشغول أو الشيخ يعني رسمي ولا لا يبغى مقابلات بعد خمس أيام اتصله قال الشيخ جايك في الطريق قلت له يا جماعة رجل كبير مقاما وكبير عمر أنا اللي يجي ثم اللي اتصل فيني هذا قلت بسألك سؤال أخوي كذا أنا من خمس أيام ما اتصل وما عطتني موعد وأنا والله استغربت شوي وكذا هل الشيخ مشغول جدا ولا كذا أبس تكشف فكان جوابا عظيما بعظمة الشيخ قال لا الشيخ كان مريض وخجنا أن يقول لك تعالى أنت عندي أراد أن يأتي إليك فغم أني لا مقام لي عند مقام الشيخ لا أقول هذا واضع ثم جاء للفندق وما لقاني بالفندق وسألوا وين راحت اللي راح للتلفزيون جاء للتلفزيون وعند باب الأستوديو يسلم عليه ثم يمضي لا توفيرا لوقته لأنه مرتبطين ببرنامج هوى لا يؤجل أحببت هذا الرجل أحببت هذا العمان نفسه جميلة نفسه كريمة نفسه أبية وصل الله أن يمد في عمره وأن يرزقكم أجيالا متعاقبة من أمثال هذا الرجل والبركة في أهل عمان كلهم هل الإعلام دور في نشر التعصبية خاصة وأنه في بعض المواطن يكون يطرح القضايا بأسلوب تهجوم أنا لا أعتقد الإعلام له أي دور في مثل هذا على عكس ما يظن الناس الإعلام هو تعبير عن واقعنا الداخلي خارج إطار الإعلام اللي تشوفه في الإعلام هذا اللي موجود في مجالسنا فمجالسنا هي التي شكلت الإعلام وليس الإعلام مشكل مجالسنا عكس ما يظن الناس طبيعتنا المجتمعية المضاربة أثناء الحوار وغيرها الإعلام فقد وسأل التواصل الاجتماعي المنتشرة أظهرت عيوبنا على السطح ولأننا لا نرضى أن نلوم أنفسنا فنبحث عن أصنام وعندها أصنام هذه والإعلام أن نلوم أن نبحث عن أدوارنا قبل أن نبحث عن أدوار الآخرين بحيث يكون الإعلام حاليا مثل الشماعة نعلق عليها أعلام وغير الإعلام الشياء كثيرة بالنسبة للشباب والدعوة الشباب والدعوة نلاحظ كثير من الشباب تأتي عليه فترة من حياته يتحمس يطلق لحيته يقصر توبة يلتزم بشكل كبير بعدين لبعض الأسف نلاحظ أنه ينزل يعني الجرسي في الرياضيات فكيف الخطوات الصحيحة للإنسان يثبت نفسه على الطريق اللي هو يريد يوصل له من غير أنه يكون الحماس لفترة محددة بعد ذلك يفتح أجد سؤالك ينطلق في تعريف التدين من مظاهره السلوكية التدين هو أبعاد سلوكية وأبعاد فكرية وأبعاد انفعالية لو جعلنا التدين بهذا المعنى الكبير لأن بعض الناس عندهم مثل نقص ثقة بالنفس لو أطلق لحيته وقصر ثوبة تعليق الناس يؤثر فيه تأثيرا كبيرا لكن قيام الليل يستمتع به جدا ولا يؤثر عليه كلام الناس ولا يدرون عنه إذن توسيع معنى ومفهوم التدين مطلب أساسي وثانيا إذا أردنا أن نشكل الإنسان قبل أن نشكل قالبه الخارجي نشكل قالبه الداخلي يعني جيت شابه داعيته جاك بكرة ملتح وقصر ثوبه هذه مشكلة حقيقة أن هذا التغير السريع في المظهر لا يتوازن معه تغير السريع في الداخل إذن تأكد دائماً أيها الدائرة تغيير المظهر الداخلي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم لكن ينقض إلى قلوبكم أو إلى التي بين صدوركم وكما جاء في الحديث ليس ما لك اللحي والثوب كلا هذه أشياء لها قيمتها في الطرح الإسلامي لكن ليست القيمة الوحيدة وليست القيمة الأساسية تماماً فالسؤال كان الحماس فهذا الحماس ما فقط نقول في التدين تحديد سمات الشخصية تحديد السمات الشخصية ذلك الإنسان قد يكون حدية شخصية ولذلك هو متموج في هذه السمات إذا جاء عنده الحماس وإذا يبغى يكون صلاح الدين وهبط يبغى يكون الشيطان الرجيم إذن إدارة فترات الإقبال على الداعية أو المدرس تشخيصاً لأمامه إدارة فترات المتاع إدارة فترات الملل ممكن هذا الشاب أطيب من المدرس الذي يدرسه والدعي الذي يدعوه لكن عنده إشكل وعنده فترات ملل كان ريزاماً أن يعرف كيف يدير فترات الملل ذلك المعلم العيب في المعلم ثم عملية تسهيل المخطئ إذا أخطأ واحد قعدنا نقول ليش أخطيت ماضي يجب عند الخطأ أن نفكر في تسهيل العودة وليس في اللوم على الماضي الماضي ما يتغير في نفس شيء من القضايا الحان اللي الآن متداولة أتسمح لي لأنه أنتقل من موضوع الموضوع نريد نغطي شوية أكبر قدر فاللي هي موضوع الهوية موضوع الهوية الآن حين موضوع ممكن نقول منتشر بشكل كبير والسؤال يقول كيف نربي أبناءنا على حب الله وحب الرسول وحب الدين وغير عن ذلك ما يتعلق بهوية الإسلامية يعني التربية الصحيحة بحيث نمنعهم الإنجراف أن نتأكد أن الهوية الإسلامية موجودة في ذواتنا أكثر من الناس مشغلين بالتربية من الدعاة ومن الآباء غير موجودة في ذواتهم بالمعنى المحمدية الحقيقية ومشغولين كيف يجعلها عند الآخرين وهي لم توجد في ذواتهم الهوية المحمدية إن تتنفسها أنفاسا تعطر بها سواك فأنك لن تحققها في الأجيال المقبلة فالمربي يبدأ بنفسه كما فعل سيد الناس ما كان يدعي صحابه كان يحيي المحمدية فكان يركضون وراءه وإذا كان كفار قريش يسمونه بالأمين الصادق بعد البعثة ما كانوا يسمونه بالأمين الصادق لا كانوا يعيشون ذلك الفعل معه كانوا يدعون الوداء عنده وحتى بعد البعثة ففقط انقطع اللفظ لكنه لم تنقطع معنى الصفة في تقييمهم له دكتور الموضوع متعلق ولذلك عند البعثة أو الهجرة أعطى علي أسماء الناس اللي فلوسهم عنده مين اللي فلوسهم عنده الصحابة كلهم هاجروا كفار قريش كانت تودع شو تلفخامة في البنية الإنسانية هذه ما أجمل تعقيب على هذا في المواضيع الدينية كيف ممكن الإنسان أنه يوصل لمرحلة من حب الله بحيث أنه يتعدى عقبة الخوف من الموت الإنسان كما علمنا سادتنا وعلماء الشريعة يتارجحون بين الخوف والرجاء والمحبة شكالية من تربع على العنف في طفولته فهذا حينما يتدين يصبح مركب الخوف عنده في العلاقة بالله هو الأكبر لأنه شكل في طريقة تربيته لأن الأب هو رمز الإله عند الطفل الصغير جدا تماما فكان لزاما أن نغرق الحب في تربية أبنائنا تماما تصحيح سلوكهم عن طريق الحب حتى إذا بلغ السابع وطمئ نبدأ بالتوجهات وتحييد السلوك السيء بالسلوك الإيجابي هذا إذا تدين في الغدية تدينه ساكن تدينه لطيف تدينه استمتع بهذا الدين أما لو كان خائف في طريقة تربية الطفولة وعنيف فهذا إذا تدين أن يكون عنيف ولكي يبرر عنفه إحقاق للحق أقول وللأمة أنطلق ولعمان أنتصر لا هذا من جلد أبيك وأنت صغير فلا تجعل الدين وعمان تدفع فاتورة سوء تربية أبي لك ولذلك في نصيحة من يتصدر للشأن الإسلامي أو حتى العمان في عمان تأكد من بنيته النفسية ابتداء حتى لا تدفع الأمة العمانية وبعدها الأمة الإسلامية ضريبة طريقة تربية غير مناسبة مثل بلال بن رباح وهو على فراش الموت يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة كيف الإنسان يكون ممكن يوصل لهذا الحالة بالسلام قرار بسيط أنا ما أعتقد مشكلة كأن نبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها نحن أنه اشتاب إلى رؤية أحبتي قالوا نحن أحبة قالوا أنتم صحابتي أحبتي من آمنوا بي ولم يروني ولذلك هناك من الناس في الوقت الحالي من يتجاوزون بعض الصحابة ليس في الفضلية فضلية الصحبة وإنما في العمل الصالح وغيره هناك من الصحابة راعي إبل جاءوا سلم في المدينة كيف حالك يا رسول الله ومضى هذا بالتعريف هو صحابي لكن بالعطاء ليس كعطاء علمائنا بعضهم يا الكباب تماما ولذلك يستطيع الإنسان أن يقف شامخا يوم القيامة مشكلة تربيتنا على الخوف يوم القيامة بعذبني الله من قال أنه سيعذبك الله حنان حنون الله قمة الجمال قمة الرحمة ولذلك إذا تذكرت الله لماذا تذكره بصوت وعصى يجب أن تتذكره أم تنتظر وليدها هكذا لغة الحب في العلاقة مع الله أراها وفي موضوع الحب وفي صورة طارق تحدث كثيرا عن الحب وكيف أن الإنسان يبني علاقاته والحب والحب دائما نسمع هذه الضجة إلى درجة أني وجدت إذا بحثت عن دكتور طارق الحبيب في الجوجل أول شيء تحصل لدكتور طارق الحبيب والحب وقال لأنك تشاهدونها كثير هالمقاطع فكثرتوها ممتعني تحدثت كثيرا لا تعطني شماعة لكن اللي يتابع الدكتور أو أنت ربما يهمك الحب فأتسأل عنه كنت أبحث عن موضوع ما انت قدن طبيب نفسي خلينا حلوين تمام اللي يسمع الدكتور طارق الحبيب يتحدث عن الحب يكون كأنه يقول الدكتور بلغة أن الدكتور يقول الحب من دون قيود أو من دون شرع من دون تأثير وما توقيهك لهذا التعليق خاصة المراحقين هؤلاء حقيقة أناس يعرضون كلامي على عاداتهم الاجتماعية الجافة وهؤلاء ربما غليظة قلوبهم فيستجبون هذا الكلام بلغتي خطأ وصواب لا يستقبلونه بلغة رقي حينما أتكلم أنا أعطيك سيكولوجية الحب كمختص تضعه في الحرام مشكلتك تضعه في الحلال أيضا هذه قضيتك فأتحسبني على أفعالك مثل أنا لو أنا علمتك عن الاكتئاب كيف تعالجه علجت نفسك من الاكتئاب ورحت تعصي الله ولما كنت مكتئب كنت تطيع الله أنا دورك طبيب أخرجك من الاكتئاب حتى لو رحت للمعصية دقابك للمعصية مشكلتك إخراجك من الكآبة دوري أنا كونك تبقى بالكآبة تطيع الله أتركك لا لازم أخرجك وكيف أنك تطيع الله بعدما تخرج من الكآبة هذه قضيتك أنت ورجعك إلى السادة علماء الشريعة والمعاضي وغيرهم كذلك الحب حينما تكلم المشكلة البعض حينما تكلم عن الحب الحب مربوط بالجنس والجنس مربوط بالحرام ومربوط بالقذارة من قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم كان أعظم المحبين عبر التاريخ طيب تقول يا أخي ما شفنا هذا ووضوح قلق قصص مع عائشة وغيرها لا يا سيدي الحب الخديجي أعظم حب وهذا الحب لم ينقل لنا لسببه السبب الأول حينما توجد فيك صفة عظيمة جدا قد تختي في الصفة الأعظم الثانية النبي السلام محب طبعا في صفات كثيرة لكن صفة النبوة تغطي على صفة الحب وروعة الحب وحياة العشق لعاتها مع خديجة السبب الثاني أن أدري أن خديجة سيدتنا شخصيتها ساكنة ويقول هذه الشخصية العدلة تنقل فما نقلت لنا كثيرا أمنا عائشة شخصيتها انطلاقية حيوية فنقلت كثيرا لكن لا يقارن الحب العائشة بالحب الخديجي مستحيل حب خديجة كان مختلفا ونموذجا عظيما وهذا لو حلل وأصبح أن يمد في عمري وأنا أكتب فيه كثيرا بإذن الله لو حلل كان مرجعية في التفكير للشبان والبنات مشكلتنا ما نتكلم عن هذا وإذا تكلمنا ويجي بعضهم يصف أن هذا حرام ونترك بناتين روحوا الرومي وجولييت وربما لنطوع منهم قيس وليلة عشانهم عرب ما يصير أعيدوهم إلى سيد الناس صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي السلام في كل قضايا الحب لم يعاتب المحبين وإنما كان يتعجب منهم ليس دعبة إلى الحرام أتعجبون من حب مغيث لفريرة ما يقول حرام عليك مغيث يأجي للحب لا 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 أتعجبون ويحاول يحتوي ذلك الحب ويوجه وينقلوا من الظلام إلى النور تماما فلا نعرض النعومة النبوية على غلظة نفوسنا ثم نخرجها نخلط غلظتنا بالنبوة فنخلط يعني مركب جيسما الغلظة النبوية لا تسوئ إلى دين الله السؤال الأخير السبب منع التصوير أثناء الدواء التصوير مش كتل اليوتيوب وش يصير بعض الفضلاء من حماس ينزل مقاطع ثم يأتي آخرين اجتهادا ويحاول يقطع تقطيع فوق التقطيع فيأتي بعض المعاني مضطربة ابن عباس رضوان الله عليه ماذا يقول لو بتر بعض القرآن عن بعضه لا أصبح كفرا فما بالك بكلامي أنا أيها الإنسان والبشر فرفض تصوير اليوتيوب مش الفلاشات هذه ثاني بعض الناس يجتهد بمعاني قد يكون ما فهم الدور ينزلها ويحط عليها شرح ثم يثير هذا الشرح إثارة سيئة وتثير بلبلة وقد عانيت منها بالسابق قلتك يا ولد أنا أدير ماذا أنزل وماذا لا أنزل مش اللي نزل غلاء اللي ما نزلوا غلط لا هو صحيح لكن أنا كيف أقصه أقطع ومقاطع في اليوتيوب ما لتلدني الحمد لله وتكلمت في أشياء كثيرة لكن عندي مكتب إعلامي يدير هذه الأمور لماذا يدير نفسي سيدي شكرا لك تاجراسي أبي برمي